اولادي وبناتي طلبة طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم هنكمل مع بعض النهاردة الدرس التاني اللي كان بعنوان تحولات الطاقة اخذنا تحولات كتيرة في الفيديوهات اللي فاتت النهاردة بقى تعالوا ناخد بعض التطبيقات التكنولوجية يعني بعض الاجهزة اللي موجودة في بيوتنا واللي بنستخدمها بصفة مستمرة ونشوفها تحول الطاقة من ايه? الى اي. يعني داplain اي جهاز هيستخدم طاقة لايه الطاقة اللي بتدخل للجهاز عشان تشغله. وبينتج طاقة اللي هي الطاقة اللي هتخرج منه بعد كده. واتنور لي او بتشغلي الجهاز بتاعنا. كده يبقى الجهاز خلاص اشغل. طيب تعالوا نشوف مسلا حاجة زي التلفزيون. التلفزيون ده ايه الطاقة اللي بيستخدمها? يعني عشان التلفزيون يشتغل? هيشتغل بايه? بالطاقة الكهربية. هي دي الطاقة اللي دخلت للتلفزيون. طب ايه الطاقة اللي خرجت او اللي نتجت من التلفزيون? انه طلع لي صوت وصورة. يعني طاقة ضوئية وطاقة صوتية. يبقى التلفزيون اداة بتحول الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية وطاقة صوتية. طيب الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية دي عبارة عن اداة. اي حاجة فيها كلمة شمسية يبقى بتاخد طاقة الشمس اللي هي الطاقة الشمسية ويتحولها لحاجة تانية. طب الخلايا الشمسية بتحول الطاقة الشمسية لايه? لطاقة كهربية. يبقى اول ما الخلايا دي تاخد الطاقة الشمسية هتحولها لطاقة كهربية تمشي في الاسلاك وتوصل لبيوتنا علشان نقدر ننور بيها البيت بتاعنا او نشغل الاجهزة الكهربية اللي موجودة في بيوتنا. مكينة الخياطة هي بتشتغل بايه? بالكهرباء. طب ولما تشتغل بالكهرباء بيحصل ايه? الابرة بتاعتها بتبتدي تتحرك. طب بتشتغل بالكهرباء يبقى بتحول الطاقة الكهربية. وبتطلح حركة اللي ايه? حركة الابرة يبقى بتتحول لطاقة حركية او طاقة حركة. خلاص يا ولاد? يبقى في مكينة الخياطة تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية. زيها بالزبط الخلاط بتاعنا. ما هو الخلاط بيشتغل بالكهرباء? صح ولا لأ? ولما بيشتغل الايه? السكينة بتاعته اللي جوه دي بتفضل تلف. يبقى بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية. السخان الشمسي. قلت لكم اي حاجة فيها كلمة شمسي? يبقى عطول اقول له تحول الطاقة الشمسية الى واشوف. ده سخان يعني هيسخن حاجة. يبقى حول الطاقة الشمسية لطاقة حرارية. طيب المفاعلات النووية احنا قلنا بيحصل فيها تفاعلات آآ جواها تفاعلات نووية. يعني معنى كده الطاقة اللي بيشتغل بيها المفاعل النووي بسميها طاقة نووية. طب بينتج عنها ايه الطاقة النووية دي? طاقة كهربية. يبقى انا حولت الطاقة النووية جوا المفاعل النووي لطاقة كهربية. تقدر تمشي عبر الاسلاك وتوصل لبيوتنا ونستخدمها. المدفاقة الكهربية الدفاية. الدفاية من اسمها هي مدفاقة كهربية. يبقى بتشتغل بايه? بالكهرباء. يبقى هتحول الطاقة الكهربية الى دي دفاية. يعني هتطلح حرارة. يبقى هتحول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية. نفس الكلام بقى يا ولاد ايسو على ده اجهزة كسير في بيتنا المكوى مثلا بتشتغل بالكهرباء هتطلع ايه طاقة حرارية يبقى حولت الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية لو جينا بصنا للبوتجاز بتاعنا البوتجاز بيشتغل بايه هلاقي فيه انبوبة كده فيها غاز طبيعي متوصلة بالبوتجاز طب هو الغاز ده ايه وقود والوقود جواه طاقة كيميائية يبقى هيحول الطاقة الكيميائية الى ايه اللي بيطلع من البوتجاز الحرارة والسخنية اللي بتسخنى الاكل يبقى حول الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية تمام يا ولاد يبقى احنا عندنا اجهزة كسير جدا في البيت نقدر نعرف بتشتغل بايه وبتحول الطاقة اللي دخلت لها دي هيت لنوع تاني من الطاقة فنقدر ان احنا بقى نجرب كده نمسك اجهزة البيت كده جهاز جهاز ونقدر ايه نشوف بيحول الطاقة من ايه الى ايه طيب الاجهزة او التطبيقات التكنولوجية اللي احنا بنستخدمها هل كلها مفيدة طب هل كلها مضرة اي جهاز في الدنيا زي ما بيفيدنا بيدرنا طب ايه هي الاصاري الايجابية للتطبيقات التكنولوجية يعني هتفيدني في ايه احنا قلنا ان الاجهزة هي دي اللي بتستغل مصادر الطاقة يعني بتستغلها يعني هي دي اللي عن طريقها هحول بعض صور الطاقة الى صورة اخرى هقدر احتاجها واستخدمها في حياتي زي ايه يعني مسلا لما انا جا استخدم الخلايا الشمسية هلاقيها بتستخدم مصدر للطاقة زي الشمس علشان تاخد الطاقة الشمسية وتحولها لطاقة كهربية استفيد بيها في حياتي اي جهاز نفس الكلام هياخد مصدر هيجي عند اي مصدر من مصادر الطاقة ياخد منه الطاقة بتاعته ويحولها لصورة اخرى انا محتاجها يبقى دي الاصار الايجابية اني استغلت مصدر الطاقة وحولت الطاقة اللي خرج منه لصورة اخرى انا محتاجها في مجالات حياتي طب ايه بقى الاصار السلبية للتطبيقات التكنولوجية يعني ايه الضرر اللي جاي منها الضرر بيتلخص في حاجتين انها بتسبب تلوس وكمان بتسبب اه تدمير لحياة الانسان يعني ايه يعني التلوس عندي منه انواع كتيرة في عندي تلوس كيميائي تلوس كهرومغناطيسي تلوس ضوضائي كل دي انواع من انواع التلوس اللي بتسببها الاجهزة او التطبيقات التكنولوجية اللي احنا بنستخدمها او ممكن ان هي تضر بحياة الانسان عن طريق ان بيستخدمها في الحروب والاتل والتدمير الشامل طب تعالوا ناخد امثلة لو جينا قلنا مكبرات الصوت وقالات الحفر المكبرات دي هي تليس سماعات الكبيرة الضخمة اللي ممكن حد يشغلها في افراح مثلا او في اي كاسد فاتطلع لأصوات عالية او الالات اللي بتيجي تعمل حفرة في الشوارع بتاعتنا وبيبقى صوتها عالي جدا دي بتأذي الاظن بتاعتنا والاظن دي هي متوصلة بالجهاز العصبي بتاعنا فده هي اثر على جهازنا كمان العصبي فبنسمي ده تلوس ضوضائي او تلوس سمعي انها بتأذي السمع بتاعنا فبنسميها تلوس ضوضائي ده نوع من انواع التلوس شبكات التليفون المحمول بتاعنا بتسبب تلوس اسمه تلوس كهرومغناطيسي نتيجة الموجات او الاشعة اللي طالع من الشبكات دي هي بنسميها اه بتكون اه اشعة او طاقة كهرومغناطيسية والطاقة دي بتكون مضرة بالانسان يبقى ده بنسميه تلوس كهرومغناطيسي السيارات بتاعتنا بيطلع منها عوادم نتجة عن حرق الوقود فده نتيجة ان الوقود ده ايه ده جوة طاقة كيميائية يعني مادة كيميائية فبنسمي التلوس الناتج عنه تلوس كيميائي وده بيلوس الهوى المبيدات الكيميائية والمبيدات الحشرية اللي بنستاخدمها ويه جميع انواع المواد الكيميائية اللي بنستخدمها بنستخدمها في حياتنا دي بتسبب تلوس كيميائي للمية وللهوى وللطربة وممكن كمان تسبب التسمم الغذائي. الاسلحة الزرية والاسلحة الكيميائية والمتفجرات كل دي اجهزة او ادوات بتسبب ضمار شامل وبتسبب الموت وكمان بتقزي الناس بالكسير من الامراض زي الاسلحة الكيميائية بتسبب امراض كتير جدا للانسان. يبقى دي كلها تطبيقات تكنولوجية احنا عملناها في الاول علشان تفيدنا بس للأسف بعد كده استخدمناها استخدام خاطئ فبدل ما تنفع بدأ التأثر سلبيا على حياة الانسان. بكده نكون خلصنا الدرس التاني في الوحدة التانية. ان شاء الله بازن الله في الفيديو اللي جاي نبدأ مع بعض الدرس التالت والاخير في الوحدة ان شاء الله. بالتوفيق يا ولاد.